لسه مازال مشرفنا الأستاذ الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم الصدر بالأسرة العيني جامعة القاهرة وكنا بنتكلم قبل الفاصل على أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة الأمراض الصدرية وأصحاب أمراض الحساسية وغيره التدخين يا دكتور أيمن إزاي ممكن يكون مصيادة لهذا الفيروس؟ الحقيقة الفيروس لو ترك لمناعة جسم الإنسان الطبيعية جسم الإنسان يتغلب عليه فيه 80% من الحالات الإصابة تحدث 80% من الحالات بل وكمان ربما ما حدش حس بها خالص بدون أعراض خالص يعني المدخن بقى موقفه مختلف خالص المدخن الدخان بيدخل على الجهاز التنفسي يعمل له إصابات في كل مكان بيعدي عليه الشعب الهوائية تلتهب حتى الشعب الهوائية المتسعة بصورة عالية زي الحنجرة والأصب الهوائية اللي بعدها بيلتهبوا الغشاء المخاطن ينبطن ليهم بيكون في حالة غير طبيعية لأداء وظيفته الشعب الهوائية الدقيقة بتتضيق أكتر وبالتالي سرعان الهواء يكون أصعب نوصل نسيج الرئة تلاقي نسيج الرئة على المدى الطويل بيتأثر وينتفخ ويتهتك كل هذا في المدخن إصابات مايكروسكوبية ما تظهرش في بداية في الأول وبعد كده تكبر وتتزايد وتظهر بشترة أكتر أهم الشيء بقى بيعملوا التدخين فيما يخص العدوى أنه بيجي على الخلايا اللي ربنا حططها الخلايا الحراسة المتجولين داخل نسيج الرئة خلايا كده متناثرة ومهمتها أنها تقاوم الغازي أي غازي سواء كان بكتيريا أو ميكروب وتتناوله وتموته وتقضي عليه الخلايا الآكلة دي أو الخلايا اللي هي الجيوش ربنا بدرها دي جوه النسيج الرئة ونسيج أخرى في الجسم دول بيكونوا عند المدخن في حالة طعيفة جدا بيستهلكوا وبيضعفوا تماما من المرور المتكرر للدخان عليهم بيخليهم في حالة أداء وظيفة ضعيفة جدا وبالتالي أي عدوة ميكروبية سواء كانت بفيروس سارس أو غيره بكتيريا أو فيروس أو أشباه البكتيريا كل دول بيتمكنوا بسهولة قوي أن المرض يظهر للشخص المدخن اللي ممشكيش من حاجة تانية تلاقيه دايما بيشتكي من أدوار متكررة من نزلات شعبية يشتكي من سدة رئوية عليها كمان تكرار نزلات حادة يشتكي من تكرار التهابات رئوية كل دي عدوة ميكروبية سواء كان فيروس أو بكتيريا فما بالك بقى بالفيروس القوي المتعافي دلوقتي أنا بسميه قوي ومتعافي علشان ملوش مقاومة في الدنيا كلها يعني لم يدخل جسم بشر قبل كده وبالتالي مفيش جوه الجسد أي بشر خالص أي وجه المقاومة له فتلاقي الفيروس ده متمكن بسهولة يسيطر على صدر المدخن بسهولة لكل المدخنين دي تحضيرات قوية وشديدة صحيح طيب